ومعادنا مع نجم من نجوم الكرة الأسبانية طبعاً وكان واحد من نجوم فريق ريال مادريد في نهاية الثمانيات لكن كمان لعب لأتلاتكم مادريد الغريم التقليدي ولعب كمان لإسبانيول وخلييني أقولكم كمان أنه كان في فترة من الفترات في المشوار ولعب فيها في سيبيا الفترة اللي كان دياجو أرماندو مارادونا طبعاً أسطورة كرة القدم يعني كان تعرض لإيقاف أو لمنع من اللعب في إيطاليا في نابولي لعب في السنة دي اليسبيا وزام له فيه الملاعب نجمنا وضفنا النهاردة سيباستيان لوسادا نجم ريال السابق طبعاً شايفينه على الشاشة طبعاً ده كان شكل الكرة وشكل التصوير زمان حاجة يمس من عندنا بس طبعاً بالتأكيد الكرة زمان كانت لها موتع تانية وكان نسبة المهارة قدرة المهارة في الحسم أكبر بكتير جداً من فكرة اللياقة والتاكتك زي ما بنشوف في الكرة في الوقت ده نرحب سيباستيان لوسادا أهلاً بك طبعاً وبشكرك على وجودك معنا في السادسة شكراً جزيلاً على دعوتي لشاركة معكم في برنامجكم خليني أبدأ الحقيقة مع ريال البداية بالمبركة طبعاً على تحقي لقب الليجة ولقب الشامبيونز ليج في ظروف شافحة كتير من عشاء الريال ظروف صعبة وخلينا أسألك عن الصفقة الأهم اللي تمت فيه خلال الأيام الأخيرة صفقة نجم فرنسا ونجم موناكو طبعاً أوريان تشواميني اللي يمكن بلغت حوالي 105 مليون يورو زي بتشوف الصفقة دي وإيه ممكن تكون الإضافة يعني يضيفها تشواميني لخط نصف ريال مدريد حسناً أنا توقعت صفقات أكبر ككيلين مبابي ولكن أنا 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 توقعت صفقات أكبر في الحقيقة توقعت أن نحضر محمد صلاح أن نحضر كيلين مبابي ولكن 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 توقيع تشواميني مع ريال مدريد هو أمر جيد هو بالطبع سيضيف ولكن ولكن على المستوى الشخصي أنا 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 تمنيت لاعبين لاعبين كامبابي أو على الأقل كنابري هو سيترك فريقك ولكن الآن ريال مدريد يخطط لشيء نالع أعتقد أنه كان يوجد العديد من اللاعبين الأهم لريال مدريد أنا 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 هاجي للنقطة دي لكن يمكن تشواميني يعتبر الحقيقة واحد من نجوم الدوري الفرنسي واحد من نجوم موناكو وأعتقد أنه هيكون إضافة كبيرة للريال على ألف السنوات الكبيرة لكن يمكن علامة الاستفهام الكبيرة جداً كانت المقابل المادي اللي انتقل بيت تشواميني واللي بلغ حوالي 105 مليون يورو هل شايف أنه اسم تشواميني خبرته قدراته تستحق مثل هذا المبلغ؟ أعتقد أن تشواميني تشواميني هو لاعب جيد والرقم كبير ولكن هو لديه موهبة نادرة في منتصف الملعب هو لاعب جيد أعتقد أن لاعباً بسنه يبلغ من العمر 22 عاماً فقط سيعدم مستقبلاً لريال مدريد أعتقد أنه سيكون إضافة جيدة لريال مدريد السؤال هنا على منهج التعاقد أو رؤيتك لطريقة ورؤية التعاقد في نادي ريال مدريد من قبل الإدارة طبعاً يعني أنا طبعاً من الجيل الأسعاد والحظ وشاف أكبر أسماء في عالم الكرة بتلعب بتيشرت ريال مدريد بداية من الجالاكتيكوس بكلمة على فريق في رونالدو رونالدو البرازيلي طبعاً بكلمة على فريق في زيدان في لويس فيجو في روبيرتو كارلوس في سولاري في فرناندو هييرو وغيرهم وغيرهم من نجوم تعودنا دايماً من فريق ريال على أنه يملك الأفضل على مستوى العالم في كل المراكز وبعد كده يمكن تلاها فريق سيرجي راموس جارث بيل كريسان رونالدو كريم بنزيمة طبعاً مستمرة لغاية دلوقتي لكن في السنوات الأخيرة الحقيقة تغيرت المنهجات بشكل كبير ويمكن الدليل على الكلام ده رغبة الريال في ضم كيليان إمبابي ورغبة الريال في ضم إيرلينج هالند ولكن في النهاية انتهى بهم المطاف واحد في الستي واحد في إمبابي هل أصبح الريال غير قادر على جلب الصفقات اللي من عارة تقيل أو النجوم اللي من أصحاب الموهبة العالية في الماضي كان رئيس ريال مدريد لديه ثقافة مختلفة وكان لديه اعتماداً مختلفاً على إحضار نجوم الكرة كما ذكرت ولكن إذا نظرت الآن لكل العروض المقدمة لإمبابي هو فضل التعاون مع منظومة أخرى لمقابل مادي أكبر أعتقد أن الفترة الحالية ليست الفترة الجيدة لريال مدريد لإحضار النجوم أعتقد أن إذا أردت أن أحضر لاعباً سأحضر لاعباً يريدني إسرائي مبابي أو محمد صلاح ولكن أعتقد أن ريال مدريد يصير على خطة جيدة الآن من وجهة نظرك وهبعد شوية عن نجاح الريال الموسم ده بشكل استثنائي لأنه معظم المراقبين رأوا أنه حتى رغم فوزه بالليجة وما تراجع المنافسة مستوى المنافسة وتراجع المنافسين في مسابقة الليجة الأسبانية فكان طبيعي ومنطقي أنه يعني يحقق اللقب لكن الحقيقة معظم المراقبين والخبراء أيضاً شافوا أنه الريال يعاني وظهر ده بوضوح في أكتر من مناسبة صحيح فاز وصحيح تجاوز كل العقبات وصحيح تم حصوله على اللقب لكنه في النهاية كرة الريال تعاني تعاني في مواجهة خصوم زي السيتي زي تشالسي زي بي أس جي زي ليفر بول في كل هذه المواجهات عانت كرة ريال مدريد تحت أنشلوتيا بالتالي هل يحتاج الريال أو فري الريال في الموسم المقبل لمزيد من الصفقات لمزيد من الدعم من وجهة نظرك نعم هذا هو السؤال هذه هي فترة ريال مدريد ريال مدريد الآن يستطيع أن يفوز بالبطلات يؤدي أداء جيدا ليس ذاك الأداء السحري ولكن أداء يستطيع أن يفوز به بالبطلات أعتقد أن ريال مدريد في كل مرة يخسر ريال مدريد يحاول ويحاول ويحاول ويفوز ببطلات أكثر هذا هو ريال مدريد الإصرار والمتابرة هذه سامة مدريد منذ عقود أعتقد أنه أنهاء هل يحتاج إلى دعم من أي نوع؟ هل في مراكز معانا شايف أو أسماء معانا شايف أنه ريال في حاجة لانتدابها قبل بداية الموسم الجديد؟ نعم أعتقد أن ريال مدريد إذا أحضر أسماء بعينها سيكون فريقا أقوى في الموسم القادم ولكن أعتقد الفريق الذي يؤدي هذا الأداء في قبل النهائي وهذا الأداء في النهائي أعتقد أن هذا الفريق بدون الصفقات الجديدة هو فريق قادر على المنافسة على البطولات في العام القادم رأيك في رحيل طبعا واحد من أساطير واحد من أكبر نجوم اللي سهمه في تحقيق عدد كبير من الألقاب لصالح الريال مارسلو طبعا البرازيلي وحفلة الوداع اللي أقامها النادي لي على هامش عدم التجديد للموسم آخر بالمسبة لي مارسلو هو واحد من أنجح اللاعبين في تاريخ ريال مدريد استمر لفترة طويلة ستستطيع أن ترى في لحظة وداع مارسلو وخصوصا في البرنابيو ستجد أن الجميع متأثر على رحيل مارسلو مش هقدر يكون موجود معي طبعا نجمة من نجوم الكورل الأسبانية اللي يمكن أسعده حظ ولعب أنا بيتهيالي أنه أنت لعبت لمدة موسم أعتقد مع ديجو أرماندو مارادونا في فريق سبيا أو إشباليها الإسباني في سنة من السنوات إذا كان ممكن تحكي لنا عن التجربة دي ورأيك في مارادونا على مستوى الإنساني يمكن أكثر كمان من مستوى الكورة مارادونا حسنا ديجو كان أفضل أفضل لعب تلعب معه على الإخلاق هو يختلف عن كل اللاعبين عن فترتي في ريال مدريد في أتليتكو مدريد في إسبانيول أعتقد أن ديجو مارادونا كان مميزا لا أستطيع هو لعب كرة قدم لا أستطيع أن أشبهه بأحد هو لعب كرة قدم بكل ما تحمله الكلمة معنا هو كرة القدم بعينها أعتقد ديجو أرماندو مارادونا كان بسيطا لم يتكلف في لعب كرة القدم لم يكن لديه أي مشكلة في لعب الكرة وتمريد الكرة كان رائعا كان ممتعا إذا شاهدته كان سحرا على الأرض مارادونا كان لدي تجربة جيدة باللعب بجوار مارادونا في نفس الملعب في إشبيلية وبالطبع لا أعلم ما أقول ولكن مارادونا هو الأفضل نجم الكرة الأسبانية والريال أشكرك شكرا جزيلا على ظهورك معنا في السادسة وكل التوفير